نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى الأعمال بين الشارقة وكلومبيا حيث زار وفد من كولومبيا غرفة تجارة واستعرضة الفرص الاستثمارية بين الطرفين المزيد من التفاصيل في التقرير التالي فتح آفاق تعاون اقتصادي جديد وتعزيز العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري مستهدفات وضعتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال عقدها لملتقى الأعمال بين إمارة الشارقة والجمهورية الكولومبية والمتزامن مع زيارة الوفد التجاري الكولومبي للإمارة وهي زيارة تكتسب أهميتها انطلاقا من أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لكولومبيا في العالم العربي ناهيك عن أن كولومبيا تعد ثالث أكبر اقتصاد في القارة اللاتينية وهو ما ترى فيه الإمارة فرصة واعدة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية اتضافة الغرفة لهذا اليوم وفد من الغرفة العربية الكولومبية الذي يزعو الدولة لعدة أيام متضمن وفدا من عدد مواجهة الأعمال وسيدات الأعمال يمثلون عدد من قطاعات المواد الغذائية على رأسها تجار القهوة مزارعين وتجار القهوة طبعا دولة الإمارات هي من أكبر شركاء الاستراتيجيين في الوطن العربي لجمهورية كولومبيا والتي تشكل من حوالي 40% من إجمال التجارة ما بين الدول العربية وكولومبيا طبعا نحن نسهدف من هذا اللقاء هو التعريف طبعا بالمنتجات الكولومبية للمتسبيها الغرفة وكذلك نأمل أن تكون هناك فرص تجارية ما بين أعضاء الغرفة والزوار الكولومبيين نحن سعداء لزيارة قرفة تجارة وسناعة الشارقة مرة أخرى ومن الجميل خلق علاقات وجسور التواصل بين كولومبيا والشاركة لصالح العمل المشترك هذا وشهد الملتقى استعراض العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة في ظل خدمات نوعية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين كتلك التي قدمتها هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أمام الحضور من خلال عرضها قدراتها اللوجستية ومنظومتها الخدمية بجانب المزايا المتاحة للمستثمرين وعلى رأسها ملكية أعمال بنسبة مئة في المئة وتحويل لرأس المال والأرباح من دون قيود على العملات وإعفاء ضريبي كامل على الاستيراد والتصدير وإعفاء من ضرائب الدخل على الشركات والأفراد بنسبة مئة في المئة وغيرها الكثير من المزايا الجاعلة من الإمارة الوجهة الأفضل للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط هذا الملتقى يأتي لاستعراض فرص الاستثمار في الإمارة والحوافز الجاذبة لرجال الأعمال مع بحث أفاق التعاون بين الطرفين ليخبر الدار سعود الكتبي الشارقة